الحاضر غرس الماضي والمستقبل جني الحاضر والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم التاريخ بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم معاين في حلقة جديدة من رحال البرنامج اللي هيتكلم على كل حاجة بتخص الحضارة والتاريخ إحنا مكملين في سلسلة الحضارة الإسلامية وزي ما اتفقنا نحن نتكلم من أول مولد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الخلافة العثمانية نحن النهاردة في العام التلاتاشر من البعث اللي هي هتكون آخر سنة لتواجد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وهيهاجر ليسرب هناك في يسرب كان انتشار كبير جدا للدين الإسلامي زي ما قلنا معظم أهل المدينة دخل الإسلام وكان هناك في يسرب حتى اللي لسه على الشرك ولما دخلش الإسلام بكانش عنده أي مشكلة في وجود المسلمين هناك وده زي ما قلنا أن كل أهل يسرب دخلوا الإسلام وهم كانوا الناس عندهم لين في الطبع لكن في الوقت ده كان كل أمنيهم أن الرسول ينتقم من مكة علشان يروح المدينة فابعته مع مصحب بن عمي رضي الله عنه وزي ما قلنا أن الرسول حدد أن هو هيقابلهم عند العقبة في أوسط أيام التشريك كان في منتصف الليل عشان تكون الدنيا هادية وفعلا كلهم جم وكانوا حوالي 73 راجل ومرأتان بس هم اختلفوا في عددهم بالضبط يعني فيه ناس كانوا بتقولك لا هم كانوا 83 راجل ومرأتان المهم المرأتان دول كانوا هم نسايمة بنت كعب اللي هي أم عمارة رضي الله عنها وأسماء بنت عمر رضي الله عنها طبعا كان موجود معاهم لما جم من يسرب لمكة كان موجود معاهم مشركين عشان كان مسم الحج لكن المشركين ما كانش عندهم أي فكرة عن باعة العقبة المهم الرسول راح قبلهم وكان معاه عمه العباس في الوقت ده العباس كان ما يزال على الشرك لحد اللحظة دي بس هو كان خد مكان أبو طالب علشان يحمي الرسول طبعا هو ما كانش في مكانة أبو طالب وقوته لكن برضو كان قادر يوفر لابن أخوه الحماية المهم هم أول ما تقابله أول واحد تكلم كان العباس ورح قيل ايه يا معشر الخزرج هو طبعا قال كده علشان الخزرج كانوا هم الغالبية العزمة اللي موجودين رح قيل ايه يا معشر الخزرج إن محمد مننا حيث علمتم وقد منعناه من قومنا يعني احنا قدرنا نوفره للحماية فهو في عز من قومه ومناعة من بلدي وإنه قد أبى إلا ألا ينحاز عليكم واللحوك بكم فإن كنتم ترون إنكم وافون له بما دعوتموه إليه وما نعوه مما خالفه فأنتم ما تحملتم وإن كنتم ترون إنكم مسالموه وخازلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فضعوه فأنه في عزة ومناعة من قومه وبلدي فقالوا له أحسنت فرح أقول له ايه تكلم يا رسول الله خذ لنفسك ولربك فالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام رحمه تكلم قال ايه تمنعوني مما تمنعون منه نساؤكم وأبنائكم يعني ايه الكلام ده يعني دفعا الرسول زي ما بيدفعا أعز الأشخاص عندهم هنا اتكلم واحد اسمه البراء ابن بعرور رضي الله عنه رح أقيل ايه يا رسول الله والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع أذورنا منهم بايعنا يا رسول الله فإن والله أبناء حرب وأهل الحلقة يعني أصحاب السلاح ورصناها كابر عن كابر كلام البراء كان كله حماسة وفعلا على الرجلين سبتة بس اعترت كلامه واحد اسمه أبو الهيسم ابن التيهان رضي الله عنه دوت من الصحابة الأجلاء اللي هم أسلموا في باعة العقبة الأولى فرح أقيل ايه يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها أي بيننا وبين اليهود عهود يعني هو يقصد أن هم عملي معاهدات مع اليهود فهل عايسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أزهرك الله أن ترجع إلى كومك وتدعنا الحقيقة إن موقف الأنصار قد خطير جدا عشان هم زي ما قلنا عملي معاهدات مع اليهود ويقطعوها لكن إلا هيحصل لو إن دين الرسول صلى الله عليه وسلم انتشر ووضعه استقر وهيرجع مرة تانية لمكة وإذا رجع لمكة هيكون ساعتهم ووشهم في وش اليهود ويوقعوا معاهم في حرب فالرسول رح تبسم عليه الصلاة والسلام ورح أقيل ايه بل الدم الدم والهدم الهد إنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم ولما خلاص خلص كلامه وجمع علشان يبايعوا الرسول رح مسك إيد الرسول وأبد عليها أوي أسعد ابن زوارة ورح قال إيه رويدا يا أهل يسرب يعني إيه إيه دو شوية إن بايعتموا فإنكم تبايعوا على حرب الأحمر والأسود من الناس فإنا إماكم تسبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما إنكم تخافون من أنفسكم خيفة فظروفه وأعزر لكم عند الله فأول ما خلص رح أقوله إيه يعني أنت خلصت كلامك شيل إيدك ورح أقير للرسول إيه رح أسأل للرسول سؤال فقالوا يا رسول الله ما لنا إن وفينا فقال الرسول الجنة ورح سكت نقطة يعني خلاص هيبها الأجر بتاعكم الجنة بالوقت ده رح أسعد ابن زوارة رح مسك إيد الرسول وكان أول من بايع الرسول فرح كلهم وقفوا علشان يبايعوا الرسول رح الرسول قال لهم إيه يخرجوا منكم إثنت عشرة نقيبا يعني اختاروا منكم 12 منضوب منكم فعشان كده في مجموعة من الصحابة اسمهم النقباء دول اللي هم بايعوا الرسول يوم بايع التالعقبة التانية بالنيابة عن القبائل بتاعتهم طيب هم مين دول دول أسعد ابن زرارة وسعد ابن الربيع وعبد الله ابن رواحة ورافع ابن مالك والبراء ابن بعرور وعبد الله ابن عمر وعبادة ابن الصامت وسعد ابن عبادة والمنزر ابن عمر دول من كبيلة الخزرج وفي بقى وسيد ابن حضير وسعد ابن خيتمة ورفاعة ابن عبد المنزر دول من كبيلة الأوس فبيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأول ما خلصوا البيعة ساعتها الرسول قال لهم إيه أنتم كفلاء قومكم ككفلة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قوم وبعد ما الرسول خلص الكلام دول حصلت حاجة غريبة أوي تليح صوت السودة مش عارفين هو كان جاي منين بس المشهور أنه شيطان المهم راح أقل إيه يا أهل المنازل هل لكم في محمد والثبات معه قد اجتمعوا على حربكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا والله أذب العقبة يعني ده شيطان معروف في العقبة أما والله يا عضو الله لأفترنك فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن شئت لنمي لن غدا على أهل الوادي بأسيا فينا فالرسول قال لهم إيه إنا لن نأمر بحرب أو بقتال ولكن ارجعوا إلى رحالكم فرجعوا تاني يوم طبعا كريش سمعت الخبر فراحوا الأهل يسرب سألوهم يا أهل يسرب ما الحدث فالمشركين اللي هما من أهل يسرب يعني قاعدين مش عارفين أصلا إيه اللي حصل ولا إيه اللي تم فقاعدوا يحلفوا إن الكلام دوت ما حصلش إطلاقا وما فيش أي باعة قدوها للرسول فطبعا أهل مكة صدقوهم المسلمين بقى اللي هما بتوع أهل يسرب كنوا قاعدين وسمعين الكلام دوت لكن كان طبعا كان رد فعلهم الصمت فبالتالي تمت البيعة على خير واكتمل الأمر والحدث وصل لأخره بمعنى إن المسلمين أصبح لهم فعليا مدينة البيعة دي كان فيها طبعا دروس كتيرة جدا لكل مسلم من الدروس الجميلة لما الأنصار رضي الله عنهم لما أمنوا بالرسول فعلا أمنوا بالرسول ولما طلبوا حاجة واحدة من الرسول الرسول قال لهم الجنة عشان كده الأنصار ملهمش فعليا من ملك الدنيا حاجة خالص الأنصار ربنا عز وجل اللي سبحانه وتعالى ادخل لهم الملك كله والعظمة في الأخرى عشان كده لم يرى حد من الأنصار ملك أو أمير أو خليفة كان باعتهم الجنة فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيهم قال لا تزال الناس تكشر والأنصار تقل حتى يكونوا كالملح في الطعام يعني شوف التشبيه والبلاغة اللي فيه قليلين زي الملح اللي في الأكل بس من غيره الأكل مش هيكون ليه طعم هم فعلا ملح هذه الأمة اللي بيخلوها تعيش وتحيا الناس دول قدموا كل اللي عندهم للإسلام فيه كمان المهاجرين اللي هم راحوا للحبشة وبعدين رجعوا وبعدين رجعوا للحبشة مرة تاني وبعدين الوقت هيهاجروا ليسرب كل دوت في سبيل الإسلام والصبر على الرسالة دي كانت باعة العقبة التانية اللي اسمها برضو باعة الحرب بالرغم أن فيها نساء لكن سميت باعة الحرب عشان فعلا كل شروطها الدفاع عن الإسلام والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكده تخلص حلقتنا النهاردة واشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة مع رحل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة